بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة الأولى من مساق Logic Design أو تصميم منطق الحاسوب وطبعا زي ما تعودنا الفصل اللي فات هنبدأ دايما كل محاضرة بشرح النقاط أو المواضيع اللي هنشرحها مع بعض خلال المحاضرة طبعا بدين هنحكي مقدمة عامة هنشوف طبعا الحاسوب ونشوف مستوياته أو التسلسل تاعه هنبدأ نحكي في Logic Gates بواباته المنطقية طبيعة مدخلاته ومخرجاته وطبعا نضب داخلنا على أنواع السيجنالز وحنشوف طبعا الشرطة تلتة أنواع الانالوج والديسكريت والديجيتال بعدين ندخل الآن جوى Logic Gates ونشوف عالم الترانزيستر وكيف بتكونه أو كيف أهلية عمل Logic Gates من الداخل وآخر شي حندخل في عالم كيف تمثيل البيانات داخل الحاسوب من ناحية تيكست أو صورة أو حتى الصوت وهيك بنكون إحنا يعني بنخلص المحاضرة الأولى طيب بداية كمقدمة طبعا إحنا كل موضوعنا وكل شرحنا بيتعلق بجهاز الحاسوب وحنشوف مع بعض إن Logic Design الكورس هاد عايزين نشوف شو موقعه من الحاسوب نفسه عشان نبقى فهمين إحنا أني منطقة هنركز عليها في عالم الحاسوب طبعا الحاسوب اللي إحنا بنشوفه قدامنا هذا الTypical Computer أو Desktop Computer ومكون دائما وأبدا من مدخلات أو وحدات إدخال أو وحدات إخراج أو وحدة معالجة فلاحظ هنا هده هو البوكس اللي بنسميه وحدة المعالجة وحيكون مشبوك فيه وحدات الإدخال زي الكيبورد زي المايك زي الماوس إلى آخره وحدات الإخراج برضو اللي طالعة منه زي الطابعة زي الشاشة زي السماعات طبعا نظام الفلابي ديسك أو السي دي أو الفلاش هذي بنعتبرها مدخلات ومخرجات يعني ممكن ندخل من خلالها على البوكس أو نأخذ من جوة البوكس ونخزن فيها فبالتالي هي بتنفع مدخلات ومخرجات لكن مش خضى الموضوعنا فبالتالي الحاسوب الTypical Computer اللي هو عبارة عندي عن وحدات إدخال ووحدة معالجة ووحدات إخراج طبعا المكان الرئيسي أو الإشي الأساسي اللي هو وحدة المعالجة لأن كل الزخم وكل التعقيد فيها اللي احنا بنسميها إيه البوكس فهذا البوكس هو إيه هذا هو وحدة المعالجة اللي طبعا بيحتوي على العناصر الأساسية اللي بتكون جهاز الحاسوب وهم اللي وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وطبعا إحنا بيلزمنا نوصل ما بين المعالج والذاكرة فبيلزمنا إحنا بص أو خطوط ناقلة فإحنا هذا اللي بنسميه اللي بتوصل ما بين السي بي يو والميموري أو بين مكونات الحاسوب الداخلية طبعا هذه الموديلز اللي هما السي بي يو والميموري والايوباس طبعا تركيزنا إحنا على مين على السي بي يو والميموري لأنهم هما أساس الحاسوب أو الحاسوب البازيك كمبيوتر بنسميه طبعا إحنا لما نحك كلمة سي بي يو هو السي بي يو في حداته وحدة ضخمة مكون من وحدات بالفعل السي بي يو إحنا مكون من ثلاث وحدات أساسية لوحدة الحساب والمنطق ووحدة المسجلات ووحدة التحكم هذا الكلام أنتو أختوه بمهارات حاسوبية طبعا الداكرة هان بأنواعها إلى خيره فبالتالي هانا هاد الموديلز هانا هي مش نهاية المطاف هما طبعا مكونين من موديلز أصغر منهم بكونوهم فإحنا هنشوف الكلام هادا من الرسم هانا فلاحظ هانا هادا هو البوكس تاعنا والبوكس لو فتحناه من جواح هل لقيم كون من عدة عناصر رئيسية اللي هما السي بي يو والداكرة والآيو إلى آخره كارت الصوت كارت الشاشة لكن إحنا اللي بيكون الحسوب الأساسي اللي هو الداكرة والسي بي يو لو جينا على السي بي يو فتحناه من جوا لأنه هذا هو أهم عنصر اللي هو السي بي يو لاحظوا أنه هو مكون من ثلاث وحدات وحدة الحساب والمنطق وحدة المسجلات ووحدة التحكم الآن وحدة التحكم هادا عبارة عن دائرة منطقية ضخمة جدا زي الصورة اللي معانا هان يعني عنا عدد من البوابات المنطقية آلاف مؤلفة منها مشبكين بطريقة معينة عشان تنتج عنا وحدة التحكم آلاف مؤلفة من بوابات المنطقية مشبكين بطريقة تانية عشان يكونوا عنا وحدة الحساب والمنطق آلاف مؤلفة برضو من البوابات المنطقية مشبكين بطريقة مختلفة عشان يكونوا عنا المسجلات اللي بنستخدمها للتخزين فلاحظوا أن كل الدوائر المنطقية هاد كان دائرة وحدة التحكم أو دائرة الحساب والمنطق أو دائرة المسجلات كلهم بالأساس مكونين من اللبنات اللي هما إيه بنسميهم اللوجيك جيتس الأساسيين اللي هما الأند والأور والناط الآن لو جينا إحنا دخلنا جوة على البواب المنطقية من جوة وفتحناها حلقيها عبارة عن دائرة إلكترونية مكونة من ترانزيستورات زي ما إنت شايف طبعا هذا هو الترانزيستور اللي إحنا بنسميه العنصر الإلكتروني اللي إنت شفته أو درسته في مهارات حسوبية وطبعا في الرسمة هاي هو بيضحنا هذا الترانزيستور موجود داخل الحسوب فباللاحظ هو الترانزيستور اللي هو عبارة عن المادة الخام لبناء البوابات المنطقية والبوابات المنطقية المادة الخام لبناء اللي هي الموديلز زي وحدة التحكم وحدة الحساب والمنطق وحدة المسجلات هدول الثلاث وحدات لما نشبكهم مع بعض حيكونوا عندنا المعالج ونضيف للمعالج رام ونضيف له كارت صوت وكارت شاشة هيك هنكون البوكس والبوكس بنجيب له مدخلات ومخرجات ماوس وكيبورد وشاشة وطابعة هيك حصلنا على جهاز الحسوب طيب الكلام هادا احنا موضحينه هانا فقيلنا لاحظ بالنسبة للكمبيوتر سيستم ليفل هانا هادا بيحكيه على التفصيل اللي هانا بيقول لي مكون يعني أنا عمال الكلام اللي حكيته هي كتب لك اياها نص فانا يقرأ انت براحتك وبعدين هادا هو العالم الريجستر ليفل اللي بيتعلق في الريجستر والآدر والمالتوبلاير والكنترول اللي هو طبعا بنحكي احنا عالمين على العالم اللي هان وعالم البوابات المنطقية لاحظ على البوابات المنطقية اللي هما الاند والأور والنات وحنشوفه طبعا بالتفصيل عالم الترانزيستر اللي هو طبعا هذا ده اللويست ليفل اللي هو أدنى ليفل اللي هو الماد الخام اللي بناء البوابات المنطقية طبعاً إحنا حندرس مع بعض اللي بيتعلق في الموضوع في المجال لترانزيستر ليفل هنا هيك هذا العالم بيتخدوه في مادة اسمها الإلكترونيات أعتقد برضو الفصل هذا لكن مش هتخصصنا إحنا حنركز إحنا في اللوجيك ديزاني المادة تاعتنا حندخل في عالم اللوجيك جيتس وحندخل في عالم مين هاي اللوجيك ليفل وحندخل في عالم ريجستر ليفل وحنكون مع بعض من البوابات المنطقية هات حنكون الكاونتر والمالتبليكسر وحنكون الآدر اللي بيجمع والريجستر اللي بيخزن والمالتبلاير وكونترول يونت هذا كله هندرسه مع بعض خلال الكورس العالم اللي هنا هذة هي الوحدات اللي مع بعض اللي هي السي بيو من جوة وكيف بيحكي مع بعض عشان يكونوا سي بيو وكيف السي بيو بيحكي مع الرام وكيف الرام بيخد منه تعليمات وبيخد منه بيانات وكيف بيعمل عملية عليهم وكيف برجعهم هذا العالم هنخذه مع بعض في مساق معمرية الحسوب فبالتالي إحنا تركيزنا حيكون في الكورس هنا هندرس العالم مين العالم اللي هان هذا العالم هدرسه في المعمرية والعالم اللي تحت هذا في مادة اسمها إلكترونيات أتوقع بتاخدوها الفصل هذا طيب نكمل مع بعض الآن نيجو برضو نشرح الموضوع هنا من زاوية تاني من فوق لتاحت للتوضيح عشان تبقى الصورة عندنا واضحة يعني الحسوب من جوه كيف أو بالضبط هندرس إيش إحنا في الكورسات لأنه كتير مهم أن يكون الطالب فاهم شو المكان اللي بتركز علي شو اللي بدي يفهم وكتير مهمة لأن نيجي نطلع حان لو نيجي إحنا أنتوا أخذتوا طبعا لغة البرمج على الجافا وكتبتوا أنتوا برامج باستخدام لغة جافا الآن هادي اللغة جافا لغة جافا هي لغات عالية المستوى الآن الطالب هنا كمستخدم وبيستخدم هنا البرامج التطبيقية صح؟ الورد مثلا سيرش إنجين التوكاد الرسام أي شيء هو بيستخدم كل هدولها بنسميهم اللي هو برامج تطبيقية هاد البرامج تطبيقية طبعا كلها كتبت بلغات عالية المستوى من ضمنها الجافا اللي انت أخذت الفصل اللي فات وطبعا انت حتكمل الفصل الثاني للفصل الحالي هاد الجافا هي طبعا جافا أو سي أو سي بلاس بلاس أو فطر هاد اسمها لغات عالية المستوى طبعا الحسوب ما بيفهمش لغات عالية المستوى الحسوب بيفهم لغة الآلة اللي هي هاي فبالتالي احنا بيلزمنا مترجم اللي احنا بنسميه هانا الكمبيلر او الانتريبريتر في حالة اللي هو الجافا يحول الكلام هادا هيك للغة التجميع وبيلزمني انا المجمع هانا اللي هو اللي بيحول لي من لغة التجميع هانا للغة ايه الالة هاد اللغة اللي بيفهمها جهاز الحسوب حانا بس بنوضح حانا انا لاحظ من هايليفين لانجوج لاسيمبي لانجوج لماشinel langوج هار الترتيب بيلزمنا هادا ضروري لانو في نهاية المطاف الحسوب ما بيفهمش لا هايليفين لانجوج ولا بيفهم اسيمبي لانجوج اش بيفهم فقط ماشيل لانجوج تمام لما نصل احنا على الماشين لانجوج زي ما احنا شايفين الان هادالي الاتزاب هاد الي بتخش د REDWhoa على الهاردوير. طبعا هذا المنزل هنا هو الهاردوير. طبعا هنا مسلا بيعطيني بيقول لي هذا هو لي وحيث الحساب والمنطق. هذا الكنترول اللي هنا هاي الكنترول يونيت. وعنا هادي هو الرجسترات على سبيل مثال مسجلات. والمسجلات بتوخد هدا هي من الرام اللي هنا. وحتوخد الانستركشن وكيف بتوزع الانستركشن. طبعا لاحظ انا بص بعطيك فكرة سريعة. يعني مثال. لما نطق اللي احنا الواحد واحد صفر. هدا Bil cotton بيضافيهاратة. إنتركنكشن بيضافيها. عندما تدخلها لاحظوا الواحد واحد صفر. هتيجي هنا هانا هيك. بعدين صفر واحد صفر. هتيجي في المكان اللي هنا. هذا بيدخل على الكنترول. الأول اربعة بيت تاني خمسة بيت بيدخلوا على الريجسترس. مثلا ثالث سابع سابعة بيت بروهوا على المكان. على الملطب بليكسر. بيطلع على اللهانة بيفتح للسويتش اللي هنا. بيضيف زي هيك بعدين كيف سي دخول. بيعمل شفت. هدا بيجمع رقمين بيطه رقمين بينقل الاخره. فبالتالي اللي كل الحركة اللي حتسير هنا هيك كلها حتكون مرهونة في مين بالاصفار والوحدات اللي هان. يعني صاروا هما هما بتحكم في كل العالم اللي هان. طبعا هاض العالم اللي هان شو هو? طبعا نشوف التفصيل تولا او خدنا احنا مقطع صغير يعني بالذات المقطع هادا هيك. لاحز هادا هو يعنى ال وعننا مسلا ريجستر. لاحز هاي ال ال و ريجستر. لو جيت انا على ال ال لحاله مسلا. طبعا احنا رسمينه بالشكل هادا زي كله هو هايو. لو رسمناه او فردناه من جوه هللقين مكون عن دائرة منطقية معاقدة. هادا دائرة منطقية. لاحز. هادي دائرة منطقية ضخمة كتير. طبعا احنا بس انا مختصرين. وبدأنا احنا نشوف هانا مناظر زي الاند والاور والنط الى اخره. طبعا الكلام هنوضحه اكتر. الان هادا الدائرة طبعا من بعيد منظرها زي ايك. زي ايه اليوم. دائرة منطقية ضخمة تاني هنكون منها مين? اللي هو ال الريجستر فايل هانا اللي هم الريجستر. طبعا بنشبككم بطريقة معينة وبنضيف كمان دوائر تاني عشان كيف نشبككم كيف ننضيف لهم التحكم وهيك احنا بنحصل على الكمبيوتر سيستم اللي من جوه. فنرجع احنا هان هادا الدائرة المنطقية الضخمة لكتيرها. طبعا لو جينا احنا هنلاقيها انها مكونة اساسا او انبنت من الوحدات الاساسية من البوابات المنطقية الاساسية اللي هما الاند والاور والنط. احنا بنعرف انه الاند والاور والنط هاد عبارة عن سيمبل هاد رموز ندوالها بيننا وبين بعض. لكن في الحسوب من جوه مافيش حاد يسمها اند والاور ونط يعني لما بدي انبنى مش هتلاقي انت بالمايكروسكوب مش هتشوف اند. ايش اللي هتشوف? هتشوف ترانزيستورات. الان الترانزيستورات هادول لما نشوفكم مع بعض بطريقة معينة هيكونوا بوابة اند. الكلامات هنشوف بالتفصيل كمان شوي. ونفس الشي نفس الترانزيستورات لو شبكناهم بطريقة تانية هيكونوا بوابة او يعملوا عمل بوابة اور. بطريقة تالتي هيعملوا بوابة انقاط الان. فبالتالي احنا لو بدنا نعمل نحول الكلام من هنا هيك اللي مكون من بوابات منطقية اللي هما رموز بيننا عشان نفهمها. ونحولها نعملها داخل جهاز الحسوب حيكون منظرها زي كل اللي هنا زي ما انت شايف ترانزيستورات يعني هذا المنظر هو نفس المنظر هاد طبعا هيك احنا نفكر فبالتالي الحسوب من جوه هو كله عبارة عن ترانزيستورات موصلين مع بعض واضع الآن احنا العلم تاعنا مش هندخل احنا في العالم اللي هاد لانه هذا العالم هذا العالم بيتعلق في عالم ترانزيستورات البحث في مادة سما الالكترونيات احنا اللي حنتعلم مع بعض خلال كورسارت حانيش نشوف يعني البوابات المنطقية الاساسية كيف نشبكهم مع بعض وندرسهم ودخلاتهم كل شي يتعلق بهم عشان نكون اللي هو طبعا دائرة منطقية ضخمة لها معنى وليها طبعا غاية وحنا بنقاف لانه بعد هيك عملية نشبكهم مع بعض ونوصل هادولة مع بعض المسجلات مع اليوم مع الكنترول هذا العالم هذا العالم كله هنا هيك هذا هناخده في مادة المعمارية الحسوب هذا العالم اللي هنا هيك كمان مرة هذا في عالم والعالم اللي تحت اللي هنا هذا بتاخده في مادة الالكترونيات لانه هذا بيتخصص في علم الترانزيستورات والالكترونيات طيب فبالتالي هنا يعني الملخص الكلام اللي حكيناه احنا كل اللي حايزين نشوفه احنا السلايدين اللي فاتوا منه يعني هاد المادة وشو موقعها من عالم الحسوب حندرس ايش تقني يعني بالضبط فبالتالي هاد الكورس احنا هنسميه هو logic circuit design حنعمل تصميم للدوائر المنطقية مالوج دعوه بالsystem design يعني مش هنصمي المعالج architectural لانه هاد مادة في مادة المعمرية ولا حنوخذ موضوع electric circuit design مالنجدعه في الالكترونيات لانه هادة تعالي ترانزيستورات يعني هادة في مادة اسمها الالكترونيات طيب الان هانا ندخل في عالم اللوجيك جيتس لانه هو كل المادة هان كلها تتمحور حول اللوجيك جيتس او البوابات المنطقية شفنا احنا بالاول البوابات المنطقية مكونين اساسا هما من ثلاث وحدات منطقية الوحدة الاولى او اللوجيك جيتس الاولى اللي هي بوابة الاند والبوابة التانية بوابة اور والبوابة التالتي اللي هي بوابة نت لاحظ كمان مرة هادول السيمبل هادول الرموز تعدتهم احنا بنرمز لهم عشان نتداول بيننا وبين بعض الان لكن الاند من جوه هنا لو بدنا نرسوم هاي الناط منجه وعباره عن ترانزستورات. يعني نا الحين نقول انها نرسوم هاد عشان نوضح الشغلات معينة بالسيمبل هاي ولا نرسومها بالدائرة هاي. طبعا هادي ااقة. يعني لاحظها الدائرة هاي. عشان ارسم لك الاورا. ارسم لك السيمبل هيك ولا ارسم لك ايها هيك. طبعا نحنا نرسومها هيك. عنا اسهل بتداول دينها. لكن هي حتنفهم انه هي الدائرة المكونة بالترانزستورات بالشكل هذا. فهنا بوضح لي يعني شايف كسيمبل كيف منظر البوابات المنطقية وهنا بوضح لي اللي هو كالترانزيستور سيركيت ستعينا. واضح? طيب. الان هان اخدينه بس ارجع وضح نقطة يعني مثال. عنا هنا النط اسبيل مثال هاده بوابة منطقية لها مدخل واحد ومخرج واحد. لاحظ هاده هي مدخل واحد ومخرج واحد. لكن هنا الاور اللي همدخلين ومخرج واحد. المدخلين هاي هم اكس و واي والمخرج اف. هاده تاعت من الاور اللي ار اللي هو ليها مدخلين ومخرج واحد. ها اكد النقطة هي. طيب. نوجه على موضوع hecho الالديجيتل سيجنا لان احنا البوابات المنطقية هدول اللي هم الان والاور والنت اللي هم هم مكونين طبعا من الترانزيستورات مش بقوهات بطريقة معايه مع بعض عشان نحصل الحين على الان والاور والنت كلهم على حدة. هادي شو طبيعة مدخلاتهم? شو اللي بيدخل? شو اللي بيطلع منهم? طبعا اللي بيدخل هو هان طبعا من الاخر اللي هي بنسميها الـ Binary Digital Signal. يعني لاحظ معنا هان هادي هي بوابة النط. اللي اللي اللاحظ هذا المنظر اللي هان هذا اللي احنا بنسميه Binary Digital Signal. وبيطلع منها برضو Binary Digital Signal. احنا بنعرف انه بوابة النط هي بتعكس Bell Signal. كيف يعني؟ يعني المثال عن هنا طبعا العالم اللي هن هو عالم الواحد واللي تحت هو عالم الصفر. وانا هنا عامل لك إياه هيك. هي الصفر والواحد. فبالتال difficulty Lee رح Gesetz�� هادي واحد وهد واحد. وواحد هذا الصفر. هادي واحد واحد وواحد. هذا الصفر صفر. های معناهم كسبل. لما تدخل على البوابة اللي هان هتطلع برضو CCTV. فلاحظ انها هادي القيمة اللي هان شايف? هي نافسة شايف? بس sous طلعت عنا ايه معكوسة لانه بوابة النط هي بتعكس السيجنال يعني كانت عندي وحدات هنا واحد واحد حتصير عندي هنا صفر صفر هاد اللي هنا دخلت عنا صفر لاحظوا واطية صارت كام صارت واحد يعني الصفر بيصير واحد هيك الية عملها هيك منظر الية عملها طيب نفس الشي بالنسبة للأور الور طبعا لها مدخلين يعني حيدخل عندي اتنين سيجنال هي السيجنال الاولى وهي السيجنال التاني طبعا يعني السيجنال الاولى والتاني بيقول لك ازا كانت تتقابل مع بعض يعني عند هاي الاصفاء صفر واحد الور طبعا بيقول لي هان بتطلع عندي الاوتبوت صفر في حالة واحدة وحيدة لما يكون المدخلين صفرين يعني مثال نطلع العالم اللي هنا هيك شايف هاد وشايف هاد هدول صفرين لكن هدولا بيختلفا عن بعض فبالتالي حيطينو كلهم وحدات فبالتالي المكان هاي 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 هانه هنا زي هيك اللي هي ومين اللي هي عكسة هيك يعني هاده صارت صفر في حالة لما يكون لتنين اصفار لكن لما تكون واحد صفر وصفر واحد 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 هيعطيني دايما وابدا ايش هاي حادي ميزة الارجيت نفس الشي الاند لاحظ هنا انا حتى رسم لك خلينا بس امحي هنا هيك رسم لك نفس المدخلات للار والاند شايف تنت نفس الشي هدا هم اتنين وهما نفس الشي لكن اختلف عندي مين المخرج تاحهم طبعا اختلف المخرج تاحهم حسب الية عمل البواب المنطقية فلاحظوا وهنا بيقول لك يعني نفس الشي الحالة ميزة ان انه بيطلع عندي الاوتبوت واحد في حالة واحدة وحيدة فقط لما يكونوا المدخلات عندي هاي يعني لاحظ صفر واحد لا حيطلع صفر هنا واحد واحد نعم هنا واحد واحد حدولا حيطلعوا واحدات لهم هاي هم لاحظ كيف فارش انا صورة طبعا هنوضح الكلام هذا بالتفصيل بعدين انا بس انا بورديك كيف الية عمل البواب المنطقية بوضح لك بس فقط هنا اللي عايزين نفهمه بانه اشي طبيعة المدخلات اللي هتخش عنا في للبواب المنطقية فالان هنكون كل تركيزنا الان على اللي هو على السيجنالز هدول هاد السيجنال شو هم يعني شو يعني بايناري ديجتال سيجنال وطبعا هاد الموضوع بدخلنا على عالم السيجنال وكلمة سيجنال هان طبعا السيجنال عبارة عن event او حدث مربوط بالوقت وطبعا بيحتوي على information او معلومات يعني اه اه وطبعا احنا اه في اكتر من اه نوع من السيجنال ممكن نستخدمه احنا زي مسلا سيجنال الصوت اه سيجنال الكهرب سيجنال الضوء يعني اه في عنا مسلا زي سيجنال اشارة موريس زي اه تاعة تضوه هانا الان والاوف مسلا مكون كشاف تضوه او او اوف الاخره طبعا هادولا كلهم بنسميهم سيجنال فالسيجنال عبارة عن حدث لكنه مربوط بالوقت مربوط بالوقت لكن يحتوي على information او معلوم معينة اه عندنا ثلاث انواع من السيجنال اللي هما الانالوج هدو الاساسيين الانالوج سيجنال والنوع الثاني الديسكريت تايم سيجنال والنوع الثالث اللي هو ديجتال سيجنال وطبعا الديجتال سيجنال اللي هو بيحتوي على blown value او البي NI Recall i it's not going to play Anyways طبعا نرسمي الكلام هنا هيك لاحظة هي السيجنال ما تقسم ثلاث اقسام Adult signal discrete time signal والديجتال سيجنال والديجتال التقسم لقسمين multivalued signal والبينYeahalin digital signal طبعا Weetgan multi value will be digital signal هنا لو عايزين نشرح شي يعني analog signal طبعا نموضح الكلام هادو اكتر في السلايد اللي بعدي لكن مش مشكلة خلينا نحكي له هانا والanalوج signal الانالوغ символ لهاe التي لاحظ موهوم ان القناعي هو تركيز حتزي هو الوقت يعني ال x وال y حيكون فيه موهومGood VS القناعي هو ال hoop الانقل المترك هان معناها هتكون لكن الوقت عنا هيكون منفصل الديجتال هيكون ايه طبعا منفصل ديسكريت في الامبليتيوت وديسكريت في ايش في التايم هيا نوضح الكلام هانا بالسلايد هان اولا نيجي على موضوع الانالوج انالوج سيجنل هادي منظر لانالوج سيجنل ولاحظوا انها دايما يعني كنتونيوس من ناحية الوقت زي هيك وكنتونيوس حتى في الامبليتيوت يعني بمعنى لو جينا هان عند اي نقطة في اي زمان نفرض ان هذا القيمة تماني وربع نيجي نتطلع هيك في الها قيمة هان يعني دايما انه عدد لا نهائي من القيم في التايم وعدد لا نهائي في الامبليتيوت هاي معناها فهي متصلة هيك ومتصلة هيك على فكرة الكلام هو هذا لو انا عايزك تفتح الفيديو تاعة المساعد لانه عشان مشروع على الصبورة يعني فيه كتير معلومات انا حيكون واضح بالنسبة للك طيب النوع الثاني اللي هو الديسكريت سيجنل الديسكريت سيجنل لاحظ هانا ايش اختلفت عن الانالوج هو الاختلاف فقط هانا في موضوع التايم في موضوع التايم هنا قيم ديسكريت قيم منفصلة يعني اما النقطة هاي او هاي بنفعش اجا اجا عن نقطة اللي في النصب اقول القيمة هان قديش كانت قيمتها لا فالقيم منفصلة محددة يعني فنيجحنا هان لكنها لكنها متصلة او 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 يعني لا نهائية في الامبليتود يعني لاحظ القيم هاي هاي مثلا بوينت خمسة هاي ممكن تكون اي قيمة هان مش شرط ممكن تكون عدد لا نهائي من القيم اللي هان لكن القيم اللي هانا في بالنسبة للتايم هي الديسكريت او منفصلة الان لاحظ التايم الديسكيكريت او سيجنجل الملتي فاليو لا هي منفاصلة وين في التايم لاحظ القيم اللي هان وبرضو منفصلة في الامبلي ت wield بمعنى لاحز المكان اللي هان في تي صفر صورة في تي رفش حادي اسمه يعني بين التي رفش تلاثي مفش شي فش حادي مها تي رفش رفش يتي رفش تلاثي رفش تلاثي Cliff نعم يعني يا تي صفر يا تي واحد يا تي رفش يا تي تلاثي يعني لاحز هاي معنى كلمات منفصل ونفس الشيء بالنسبة الامبليتود اللي هان فلاحظ في تي 2 هانا القيمة تعادتها 2 يعني كل هانا كل زي ما انت شايف اللي هو line من هدول او الخط من هدول لازم اما طوله يا صفر يا واحد يا اتنين يا ثلاثة يا اربع يا خمسة يا ستة يا سبعة فش حاجة بالنص لكن الكلام هذا مش هانا زيك هانا طبعا ممكن يكون طول اللي هانا هيك القيمة اي قيمة متكون يكون من صفر لسبعة وبينهما لا نهائي عدد لا نهائي من القيم واضح شو الفريق بين الديجتال عندنا الملتفالو دجتال سيجنال وبين الديسكريت وبين الديسكريت وبين الانالوغ طبعا احنا قلنا الديجتال سيجنال هن تنقسم لقسمين ملتفالو هذا مثال لملتفالو شو معنى ملتفالو انه الطول اللي هانا قد ياخد اكتر من قيم كن يا صفر يا واحد يا اتنين يا ثلاث يارباع يسبع يعني ايا وحدة من هادول هذا بنسميه ملتفالو لكن لو كان عندي binary لا هو binary هنا يا إم الصفر يا واحد يعني القيمة اللي هنا هايك طبعا هم منفصل عندنا في الوقت هذا خلصنا منه والأمبلتو توض testimony لكن القيم تعت Lara format فقط قيمتين يا صفر يا واحد لكن لاحظك من قيمة عندنا في المالتيفاليو عندنا 8 قيم من صفر faites طيب فبالتالي عندنا هنا هذه هي البيينوري digital signal يعني لاحظت هنا القيمة تعتها صفر واحد صفر واحد فيش شيء بالنص فيش حاجة مسلا فيش شيء بالنص يعني يا صفر يا واحد فبالتالي احنا هدثا مناها هذا هو معنى طبعا هتوضع معنا كمان شوية ليش احنا بندور على موضوع يعني القيم الديسكريت هنا هيك او الديسكريت هنا هيك فيش بيفرق معنى هاد وهدي هي اللي هتحلللنا المشاكل اللي كانت في الانالوب لانه موضوع ان يكون من هنا و فلا بيطعمل عنا مشاكل كلام هنوضحه احنا في السلايد اللي بعدي طبعا سأل السؤال هنا ليش واي ديجيتال ليش احنا لجأنا لموضوع الديجيتال طبعا احنا ضد الديجيتال اللي هو ايش لما يجعب لك كلمة ديجيتال حتتذكر كلمة الانالوب الانالوب هنا يعناته كنتونيوس او المستمر عالم الديجيتال اللي هو يعني فيه عندنا تقطع في الوقت وفي موضوع الامبليت تعال نفهم الكلام هنا هيك وهذا حيوضحنا ليش احنا كل العالم الان اتجه الى عالم الديجيتال زي الديجيتال كاميرا الديجيتال ميوزيك بنسميها زي السيديز وطبعا تخلينا عن موضوع وحتى الريسيفر وحتى التلفزيون وكل الاتجاه راحت في عالم الديجيتال ايش المشاكل اللي كانت في الانالوج وكيف احنا حلناها في عالم الديجيتال طيب اولا عايزين احنا هذا النظام عندنا هنا هيك هذا نظام في الانالوج سيستم وهذا طبعا هذا السندر وهذا الريسيفر وعايزين نبعث احنا من السندر للريسيفر مثلا شحنة كهربية طبعا هذا الشحنة الكهربية بالفولت احنا بنقيسها لاحظ صفر اثنين ونص خمسة طبعا هذا قيم عندنا مالين هيئية طبعا منها فرضا لو عايزين نبعث احنا قيمة اثنين ونص من السندر للريسيفر اللي هان لكن في الطريق هنا إيش حيصير فيه عنده مشكلة بنسميها إيه النويز بنسميها النويز وهذا النويز بيصير في الواير شو الواير اللي هو السلك ما بينهم طبعا لجم يكون عنا وسط ناقل عشان أنقل السيجنل أو الإشارة أو هو الشحنة الكهربية من السندل للريسيفر أنا عايز وسط ناقل الآن هذا الواير أو السلك المشكلة ممكن أن يقابله نويز النويز هذا بتصير نتيجة الرطوبة نتيجة الحرارة نتيجة أن السلك بدأ ينهاري نتيجة أن السلك بيكون جم سلك آخر وتأثر بالمجال أو أسبيل المثال ففي التالي يعني في عنا أكتر من سبب بسبب لنا النويز وهذا النويز شيء في الطبيعة بنقدرش أنه نلغيها هذا لابد من وجود النويز لكن إحنا اللي حنحاوله مع بعض بأنه نحن كيف نقلل من تأثير هذا النويز بالرغم من وجودها فبقول لي هنا لاحظ هنا محي هاد بعثنا 2.5 مع النويز هنا زادت 0.2 الفولت فوصلت عندنا هانا يديش 2.7 لكن هادا قراءها ايش برضو 2.7 هي وصلت 2.7 وهادا قراءها 2.7 طب هو ليش قراءها 2.7 لأنه هو بيقبل أي قيم يعني عدد لا نهائي عدد لا نهائي من القيم من هاللهان فيش مشكلة عنده الآن هادي مشكلة هادي المشكلة في ايش بأنه هادا نبعت 2.5 لكن هانا وصلت كام 2.7 طيب الآن لو ريسيفر هادا اللي هانا بعد لواحد تاني بعد لار 2 أسبيل مثال يعني الريسيفر تاني هو هيبعت له 2.5 لو نفرض كمان نفس النيز بارته موجودة هتصير عند 2.9 لو الريسيفر التاني بعت لريسيفر تالت هتصير 3.1 لريسيفر الرابع يعني كل مرة هتقعد تزيد لاحظ احنا لو بعتنا لعشر ريسيفرات يعني بالتوالي واحد بعت للتاني التاني للتالت تالت للرابع الرابع الخامس لما نصحل للعاشر طب هي احنا الشحنة الكهربية اللي بعتناها او السيجنال اللي احنا بعتناها هنا هي 2.5 راح تصل مثلا توصل لإله 7 على سبيل المثال او 5 طبعا هاتي مشكلة لانه هذا كلام عندنا النظام مش هيزبط معنا هذا صار نظام عندنا معقد ومش يزابط وفيه خلل فهذا طبعا هذا السبب نتج لوجود النويز وانه الطبيعة الانالوج هنا بيقبل اي قيمة بيقبل اي قيمة طيب هذا الكلام كيف حنعالجي في الديجيتال اولا احنا بنعرف انه في الديجيتال القيم اللي هانا لازم يكون قيم ديسكريت يعني مافيش حاجة بالنص ماهو يا صفر يعني مثال هلو التوضيح يا 1.4 يا 2.5 يا 3.4 يا 5 مثلا يعني السيجنة حتطلع من هانا حتطلع واحد من هدول يا حتطلع صفر يا 1.5 يا هاد يا هاد يا هاد فقط الان هانا لما بنظلع نفرض عنا طلعة 2.5 فرضا للتوضيح ومرنا برضو بنفس المشكلة تاعة النويز نفس النفس الوير وضفنا لها اللي هو point 2 الان هتصل عندي هتصل هنا كام 2.7 لكن هادا حيستقبلها او حيقراها 2.7 لا ليش لانه هدول عنده مناطق منفصلة يعني يا حتطلع عنده في عالم الصفر يا حتطلع عنده في 1.4 يعني هدخل عنده في 2.5 يا 3.3 يا 7 فيش حاجة بالنص بيستقبلش اللي بالنص بيعترفش فيهم فبالتالي هنا اقرب قيمة الكلام اللي هنا هتدخل عنده وين على 2.5 اللي اللاحز هنا هذا كلام مهم هي وصلت 2.5 وبالرغم من وجود النويز الصغير اللي هنا اللي هو كان point 2.5 برضو استقبلها واستقبلها 2.5 لكن قراءها ايه 2.5 اللي لو بدي يبعثه هو للريسيفر التاني هيبعث له برضو 2.5 وهو برضو هيستقبلها 2.5 ولو يبعث للريسيفر التالت برضو هيبعثها 2.5 والرابع هيستقبلها 2.5 لما نصل للريسيفر العاشر او للمية برضو هيستقبلها 2.5 فلاحظ هنا المفارقة وين بان احنا لما اعتمدنا نظام الديجتال سيستام وصار عندنا القيم اللي هنا قيم منفصلة ومحددة حلت عندي المشكلة اللي يمكن نواجهها لما نبعث من سندل لاكتر من الريسيفر بالتوالي وهذا الكلام طبعا اللي كان موجود عندنا بالانالوج فبالتالي عشان هيك نحن لاجئنا لمن للديجتال سيستام لانه هنا بتكون الاشارة تبقى كما هي نقية وكأنه لغينا موضوع النويز او التشويش اللي صار ما هو معنى هنا مدام انت يعني بعتلك هي 2.5 صارت فيها نويز او تشويش في الطريق لكن انت قريتها 2.5 يعني وكأنه مصارش الى تشويش يعني وكأن احنا لغينا النويز وهذا هو الفكرة وهذا هي الميزة تاعة عالم الديجتال سيستام طيب الان نيجي نقارم ما بين في الديجتال سيستام احنا في عنا نوعين في نوع المالتي فاليو وفي نوع البايناري ديجتال سيستام في المالتي فاليو سيستام طبعا احنا هنا طبعا امنا بانه الديجتال سيستام في حد ذات وكان مالتي فاليو او بانر بغض النظر المهم انه افضل من الانالوج لكن هنا في عنا خيارين ما بين المالتي سيجنال وبين البايناري سيجنال تعال نوضح الكلام في المثال اللي معنا يعني مثال احنا عاملين ديجتال سيجنال لكن هذا مالتي فاليو مالتي فاليو كم قيمة الها عشر قيم ايه صفر 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 واحد صفر اثنين صفر ثلاث الحديد واحد صفر عشر قيم لا اللي 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 بخضر هادي هادي هي فقط الفالد يعني القيم منفصل لكن حاجة في النص فش حاجة في النص بنرفضها فلو عايزين احنا 0.6 شو احنا كاربية voltage signal الاخره وهنا بعد توفيز سلك عنا احنا نفرض في عنا 0.06 فرضا الان هانا هتصير اجمال الفولتاج 0.66 لما تدخل عنا مع النويز هيترجم هي وصلت عنده 0.66 بس مش هي قراها 0.66 لانه فيش حاجة هانا اسمها 0.66 يعني لازم تكون واحدة من هذول لانا اقرب قيمة الهو لمن لل 0.6 ول 0.7 لل 0.7 في المثال اللي معنا اللي هان اها يبقى حيقراه ايه او حيستقبل اهان او حيخزنها ك 0.7 بس في مشكلة عندي هان هي انبعتت كام انبعتت 0.6 لكنها وصلت كام 0.7 طبعا النتيجة انه الان كان عالي نشوف لو كان النظام عندي باينر يعني مثال كل العالم اللي هنا هيك هذا low والعالم هيك high بنسمي يعني 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 السيقنال اللي عندي هنا يعني لو كانت 0.0 0.1 0.2 هتبرها low ولو كانت عندي 0.7 0.8 0.9 1 هتبرها high شايف انت يعني صار فيه جاب كبير او فراغ كبير بين high وال low هذا بيفرق معنا كتير هذا بيحللها المشكلة بدرجة كبيرة مقارنة بال زي ما هنشوف الان فرضا هنا لو احنا بعتين 0.3 يعني على الحف انا بعتلك هنا 0.3 وصار عندي نويز مش 0.9 0.09 زي ما انت شايف 0.09 هتصل هنا 0.09 لكن هتدخل في منطقة يعني هتروح مع ان النيوز انا عندي هنا كبيرة مقارنة باللي هن اللي في الحال هاد النيوز كان 0.09 فولت هاد النيوز كان 0.06 الا انه هنا في النيوز اللي 0.06 طبعا عملت عندي خلل وانبعت عندي 0.06 ووصلت عندي 0.7 نتيجة خلل اللي كان 0.06 لكن هنلاحظ معاي مع انه النيوز عندي اعلى 0.09 لكن انبعتت هنا لو وانترجمت هنا او وصلت هنا او تم ترجمت ها لو يعني فبالتالي هاد الريسيفر لو بدي يبعت لريسيفر تاني حيبعت له ايش لو والله هاي حيبعت لي ها لو والريسيفر اللي بعدي حيبعت ها برضو لو واضح حان لكن لو اطلعنا مثال احنا عنا هنا 0.08 على سبيل المثال فبالتالي هاد النظام ممكن يتحمل درجة نويز اعلى ويتم برضو محافظ على القيمة تاعته لان احنا هنا اعملنا وسعنا الفراغ او الگاب ما بين عالم اللو وعالم الهاي فهذا هو مفهوم كلمة اللي هو البيناري ديجتال سيجنال وهبعا هاد النظام مريح وهذا النظام صار عندي انا معتمد ومري لا يطل يعني يعني انا لما بدي ابعت لك سيجنال هتصلك لو وفيش مشكلة وحتبعتها لو وحيستلم هاللي منك اللي وراك لو لو الى اخره طبعا اللي قدر يعني يحكم الكلام هاد اللي هو موضوع فكرة البيناري لكن لو عملنا النظام اللي زي هيك طبعا الى حد ما لما كانت النيز واطية تبقى الامور كويسة لكن احنا بنضمنش فبالتالي ان احنا دبني نظام بالمالتي فالوي زيك هذا نظام معقد وحيكون مكلف وما بيزبط معنا والى حد ما حيكون هذا قريب من موضوع الانالوج الا انه هو افضل من الانالوج لكن احنا النظام الكامل المتكامل اللي طبعا هدا اللي هنعتمده وهذا هو الخيار الامثل اللي هو موضوع البياناري بالتالي هانا هدا اللي خلانا طبعا هادي نفس السلايد انا بقول طبعا لاحظ هانا يعني زي ما انت بتلاحظ انه في البياناري في البياناري سيجنال حتى لو النيز كانت تو هاي لكن برضو راح تستم استقبال زي ما بعتت لكن حيكون صحب انه منتين نحافظ على هاد الخاصية عشان هيك البياناري سيجنال طبعا هي هتكون افضل واعتمد اعتمادها مقارنة بالمالت سيجنال طيب طبعا هانا بوضح لي وطبع الكلام انا حكيه الى حد ما بتفاصيل اكتر حتى في الفيديو المساعد فانا بحض طبعا كل طالب انه يروح على الفيديو المساعد ويحضر طبعا بالتوازن مع المحاضرة هاي الشرحان هانا بقول لي طبعا وجود انه نعمل نظام البايناري البايناري ديجيتال سيجنال هذا خلالنا انه موضوع التصميم يصير سيمبل واسهل وطبعا لازم يكون عندنا نظام هذا معتمد وخالي من الاخطاء وحتى لو صار نعالجه وهالكلام هنشوف مع بعض خلال كورس انا عايز اوضح شغلي هان بانه بقول على سبيل مثال لاحظ طبعا الكلام احنا شفناه بانه الموضوع صار موضوع رينج يعني المدى الواط هيك هذا بنسميه لو والمدى من هال هان هنعتبرها كلها واحد وطبعا الرسم اللي هان اللي كون نرسمها زي هيك هذي منظر المرتب هيك هو فعليا مش زي هيك هو فعليا زي هيك لكن احنا فيش مشكلة لانه هاده هو الرينج اللي هان هيك يعني لو تذبدبت زي هيك برضو هنعتبره واحد لكن لما تذبدبت في العالم الواطن هنعتبره صفر طبعا الموضحين المثال هذا من خلال تجربة اللي هو النقر القلم لان هذا برضو بطحنا الفكرة انه متى نعتبر الواحد واحد ما انه هو الواحد اللي هانا احنا بنسميها مع ان الواحد لاحظ هاده مسلا كانت عندي القيمة تعالتها مثلا خمسة هاده قيمتها اربعة هاده تلاتة ونص هاده تلاتة وتمانية مع انها اختلفت اللي احنا نعتبرها ايش برضو هاي مفهوم الكلام فبالتالي لما نشوف احنا رسمي زي هيك طبعا حيجع على باننا اللي هو لان هاده كهرب والكهرب في حداتها فيها نوع وطبعا الخلل اللي بيصير هنا اللي هو التموج واللي هات نتيجة النويز اللي راح تسير لكن هاده النويز احنا قدرنا نعالج المشكلتها نفس الشي نفس الفكرة هانا موضح لنا الكلام يعني ان النويز هان هاي النويز هدا هو النويز مارج تاعتها يعني النويز قد ما بدها تعلق قد ما بد يصير خلل في النويز مش راح تتجاوز هيك فبالتالي لو ضفت الكلام هنا هيك زاد النويز برضو حيتم ترجمته ايش كلوزق صفر ونفس الشي اللوجك واحد لو ضفت لها برضو النويز اللي هان يعني هاد كلها هيك حتترجم لوجك واحد هاي معنات اللي هو التوضيح اللي هو الرسم اللي هان هيك طيب الان نيجي على نشوف هان ها هدول الامثلا بدان نتطلع بعد ناخد فكرة على ايش طبيعة المدخلات للبوابات المنطقية وشفنا انه لازم انها تكون تلميز اللي فيها مقارة بالمالتي فبالتالي انا عنا البواب المنطقية تعتنا هانا هادي كسيمبل وحتى الرسم تعتها هانا طبعا للتوضيح كمان انما فعليا هي عبارة عن الترانزيستورات زي ما شفنا واللي بيدخل على الترانزيستورات هاد اللي هي الشحنات الكهربية هاد اللي احنا اعتبرناها هو سمها طبعا بايناري ديجيتال سيجنال وبيكون منظرها زي ما انت شايف متموج زيك لكن اللي هو فيه العالي والواطئ والعالي رمزنا له بالرمز واحد والواطئ بالرمز نال بالرمز صفر طبعا لما ندخل هانا هاد السيجنال هتنعكس فبالتالي هاي تنتين الوحدات هاي سيصير اثنان اصفار والصفر هات سيصير واحد العبارة هان الورغيت هيطلع منظرها زي هيك لاحظ برضو نفس الشي التذبدب وهذا التذبدب حكينا اللي صغير هو نتيجة النويز اللي بتصير في عمليات الترانزميشن او النقل وهان نفس الشي بالنسبة الامين للان اتوقع انه هانا الامور بدت توضح بالنسبة الى يعني انه كبوابة منطقية من ناحية مكوناتها من ناحية كيف طبيعة ادخالها وشكل طبيعة المدخلات وشكل طبيعة المخرجات طيب